موسيقى موسيقى مصر تديني العمل الارهابية الذي استهدف ناقلة نفط في ميناء الشقيقة جنوبية السعودية موسيقى بعد انتهاء مهلة الاثنتين وسبعين ساعة رئيس الوزراء الاثيوبي يأمر بسن هجوم الحاسب على مسؤولي اقليم تجريي الشمالي موسيقى احكامهم بالسجن المؤبد على خمسمائة شخص في تركيا بينهم قادة جيش في محاولة التمرد الفاشلة موسيقى موسيقى الثانية عشى ظهرا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت جرينيتش اهلا بكم الى هذه المشرة الاخبارية يصاحبنا فيها الى لغة الاشارة الزميل محمد عبدالله في التفاصيل ادانت جمهورية مصر العربية باشد العبارات استهداف ميناء الشقيق بجنوب المملكة العربية السعودية الذي اصفر عن الحاق اضرار بناقلة نفث يونانية وذلك عقب احباط عمل ارهابي من جانب قوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية في اليمن عبر تدمير زورق ملغوم وكانت مصر مقددا في بيان لوزارة الخارجية على استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الاقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية بما يمثل تهديدا مباشرا لحرية التجارة الدولية وام الملاحة الدولية اطلقت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حملة بعنوان على رأسنا لتكريم ابناء الشهداء بالتزامن مع عياد طفولة تنظم التنسيقية عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم ابناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من اجل الوطن وتؤكد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ان هذه الحملة تأتي في اطار التضامن مع ابناء الشهداء والاحتفاء بهم وتقديرا لتضحيات ابائهم الابطال نفى المركز الاعلامية لمجلس الوزراء ما تدولته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا واكد اعلامي الوزراء بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان عدم ساقط تلك الانباء معضحا استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية بكامل طاقتها مع الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا امر رئيس الوزراء الاسوبي ابي احمد بشن هجوم النهائي على مسؤول اقليم تجريعي في مكلاي شمالي البلاد وذلك بعد ساعات من انقضاء اجل مهلة النهائية لقوات تجريعي للاستسلام ووعد رئيس الوزراء الاسيوبي في بيان له ببذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكالي لاضرار جسيمة ولحماية المدنيين اجواء ضبابية تشهدها الساحة الاسيوبية جراء التواطر المتنامي الخاص باقليم تجريعي الذي ارقى مضاجع الدولة بعد ساعات من القضاء اجل مهلة النهائية لقوات تجريعي الاسسلام امر رئيس الوزراء الاسيوبي ابي احمد الجيش بشن هجوم النهائي ضد سلطات تجريعي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية من اسيوبيا لتنفيذ المرحلة الاخيرة من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قاضة جبهة تحرير شعب تجريعي كما وعد ابي احمد ببذل كل الجهود حتى لا تعرض مدينة ميكيلي لاضرار جسيمة ولحماية المدنيين حكومة ابي احمد كانت قد منحت الاحظى الماضي مهلة 72 ساعة للجبهة الشعبية لتحرير تجريعي لالقاء اسلحتها او مواجهة هجوم على ميكيلي الا ان المهلة قد انتهت دون ان يبدي قاضة تجريعي اي رغبة في الاسلام بل انهم قالوا انهم مستعدون للموت فضلا عن محاولة المبعوثين الافارقة الذين قصدوا تجريعي لحل حالة الازمة لكن يبدو انها قد باءت بالفشل تقارير افادت ان الاف الاشخاص لقوا حتفهم وحدث ضمار واسع جراء الخصف الجوي والقتال البري وفر حوالي 42 الف شخص عبر الحدود الى السودان بدورها حذرت المدينة تنفيزية لمنظمة يونسيف من ان تصعيد في ميكيلي يعرض حياة الاطفال هناك للخطر ودعت اطراف النزاع الى وقف القتال والتواصل الى تسوية سلمية كما شددت على انه يجب استماح لوكالات الانسانية بالوصول العاجل بدون عوائق بشكل مسدام الى جميع المناطق المتضررة اتفق اعضاء مجلس النواب الليبي في اجتماعهم التشاورية بمدينة طنجا المغربية على تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح بيان ختمي وفدت الانباء الوردة باتفاق اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون شرقي وغربي وجنوبي البلاد على اعتبار مدينة بنغازي مقرا لمجلس النواب لليوم الثالث على التوالي تواصلت جلسات المشاورات بمشاركة نحو 120 نائب ليبيا يمثلون كل الاطراف في طنجا شمالية المغرب بدعم من الامم المتحدة التي تسعى الى ايجاد حل سياسي للازمة الليبية الاجتماع هو الاول منذ عدة سنوات لمجلس النواب الموحد وهو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه عام 2014 ويسود التوافق بين البرلمانيين الليبيين في المغرب على التوجه مباشرة الى مدينة غدامس الليبية لعقد جلسة للبرلمان موحدا يتم فيها التوافق على بقية الامور العالقة وتسويتها كما يسود التوافق على دعم العملية الانتخابية في ليبيا ومن المرتقب استمرار التشاور بين نواب الليبيين في مدينة طنجا حتى السبت المقبل وخلصت جلسة تشاورية للأعضاء الأربعاء الى تشكيل لجنة برلمانية لتقديم مقترح البيان الختمي لنواب لمناقشته وأفادت تقارير الليبية أن المجتمعين اتفقوا على أن مدينة بنغازي وهي المقر الدستوري والقانوني لمجلس النواب يأتي هذا في الوقت الذي رحبت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها باجتماع هذه المجموعة المتنوعة من النواب من مناطق ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد معتبرة ذلك خطوة إيجابية معربة عن أمالها في أن يستجيب الفرقاء الليبيون لتطلعات الشعب الليبي في تنفيذ خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي في سبيل إجراء انتخابات وطنية في الرعب والعشرين من ديسمبر العام المقبل طوفية رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا كان صادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني قد توجه إلى الإمارات لتلقي العلاد لكن حالته تضهورت في الساعات الأخيرة إثر إصابته بالتهاب الرؤوي حاد جراء مضاعفات الفيروس وكان مهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان من عام 1986 إلى عام 89 أصدرت محكمة تركية أحكما بالسجن المؤبد على نحو 500 شخص بينهم قادة في الجيش متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة التمرض الفاشلة التي وقعت عام 2016 والتي أصفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وأكثر من ألفي جريح في محاولة للإطاحة بالحكومة عندما استولى جنود على طائرات حربية ودبابات في قادة إنجي الجوية بأنكرة وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية تعرضت محافظة تدميات لأمطار غزيرة وعواصف رعضية ما أثر على حركة النقل والمواصلات وتعقف الأجهزة المحلية على شفط مياه الأمطار من الشوارع ومن الشوارع الرئيسية لتسيير حركة المرورة وفي محافظة القاهرة تواصل أجهزة المحافظة إنهاء أية عمليات شفط متبقية لمياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والكبار والأنفاقة وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركاتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبا لسقوط أمطار اليوم سجلت وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة وبذلك يرتفع إجمالية عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى أكثر من 114 ألف حالة تعافى منهم أكثر من 102 ألف حالة وتوفي 6585 حالة في أعلى خاصلة من نوعها خلال 6 أشهر سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2400 حالة وفاة بالفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط كما تم تسجيل 200 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض خلال يوم واحد في حصيلة يومية تعد الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من 6 أشهر سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفت أكثر من 2400 شخص جراء فيروس كورونا وأظهرت بيانات جامعة جونس هابكنز والتي تعتبر مرجعا أمريكيا في تتبع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 2439 حالة وفاة وحوالي 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط هذا الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات بالفيروس دفع مدينة لوس أندريس الأمريكية إلى إغلاق المطاعم والمقاهي بالتزامن مع عيد الشكر لمدة ثلاثة أسابيع على أمل تخفيف تلك القيود قبيل الاحتفال بعيد الميلاد وللمرة الأولى دعت أسلطات الصحية في واشنطن الأمريكيين إلى عدم السفر لزيارة أقاربهم بمناسبة عيد الشكر بعد إزحام المطارات بشكل غير مسبوق منذ ظهور هذا الوباء وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلنتية بدأت أوروبا في جني ثمار الإغلاق مع تحسن الوضع الصحي نسبيا مع اقتراب عيد الميلاد ففي فرنسا إذا ما وصل تراجع عدد الإصابات بالوباء سيرفع الإغلاق في الخامس عشر من ديسمبر ليحل محله حضرة جوال على مستوى البلاد من الساعة التسعة مساء حتى السابعة صباحا مع استثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة حيث ستكون حرقة التنقل متاحة كما تعود إنجلترا مطلع ديسمبر بعد إغلاق دام أربعة أسبوع إلى إعادة فتح المتاجر بالتزامن مع برنامج واسع لإجراء فحوصات كورونا ومن المتوقع أن يتراجع إجمالية ناتج المحلي في بريطانيا بنسبة تتعدى أحد عشر بالمئة في عام 2020 فيما يعد الانكماش الأسوأ في تاريخ المملكة المتحدة منذ ثلاثمائة عام تسبب فيروس كورونا بوفاة نحو 1.4 مليون شخص في العالم وإصابة ما يقرب من 61 مليون منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهوره أواخر ديسمبر الماضي هذا وقد سجلت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على غير المعتاد نتائج إيجابية خلال أقل من عام في إنجاز علمي تحقق خصوصا بفضل التمويلات الهائلة التي تطفقت لهذا الهدف عادة ما تحتاج عمليات إنتاج لقاحات جديدة ضد أي فيروس إلى متوسط عشر سنوات لتطويرها إلا أن اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 على غير ما جرت عليه العادة سجلت نتائج إيجابية خلال أقل من عام في إنجاز علمي تحقق بفضل التمويلات الهائلة التي تدفقت لهذا الهدف فوفقا لتقديرات أولية لبعض الخبراء تقدر تكلفة الخروج بلقاح جديد بنحو المليار يورو بدءا من مرحلة التطوير السريري وصولا إلى مرحلة التصنيع فيما تحتاج مرحلة التجارب السريرية الثالثة وهي الأخيرة قبل طرح لقاح ما إلى السوق إلى مئات الملايين من اليورو أما في حالة وباء كوفيد 19 فقد كان هناك تعبئة غير مسبوقة لقطاع اللقاحات عبر العالم تجسدت بمنح عشرات المليارات من اليوروهات على المستوى العالمي بغرض تطوير لقاح ضد هذا المرض التعبئة المالية لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد 19 تمر عبر اتفاقات ثنائية أو من خلال منظمات دولية التي قد تأتي في مراحل مختلفة من التطوير إما لدعم الأبحاث أو لضمان التزود باللقاح عبر طلبيات مسبقة وصوب هذا الهدف تحركت الولايات المتحدة مبكرا وبقوة عبر عملية تسمى راب سبيد التي تهدف إلى تسريع عملية تطوير اللقاحات نهيك عن وسائل علاجية أخرى أيضا وكذلك ضمان الحصول عليها عبر تمويل العديد من شركات الأدوية العالمية لإجراء تجاربها السريرية ومن ثم طرحها في الأسواق وعلى عكس الولايات المتحدة يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد تأخر في إبرام العقود المتعلقة باللقاحات مع العديد من المختبرات وشركات الأدوية العالمية التي تقدر بنحو 2.1 مليار يورو وذلك وفق العديد من مدراء المختبرات الذين انتقدوا تعقيد إجراءات الاتحاد الإدارية دول أخرى عقدت هي أيضا اتفاقات مباشرة مع المختبرات وشركات الأدوية العالمية على غرار كندا والمملكة المتحدة التي طلبت 355 مليون جرعة بالإجمال من سبعة مختبرات إلا أن التفاصيل المالية للعقود غير معروفة حتى الآن مددت السلطات الألمانية إجراءات الوقاية للهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا بينما خففت دول أخرى في مقدمتها فرنسا تدريجيا القيود مع اقتراب عيد الميلاد هذا وقد بلغ إجمالية عدد المصابين بالفيروس كورونا في ألمانيا أكثر من 961 ألف إصابة بالفيروس وتشير التوقعات إلى احتمال تخطي أعداد الإصابات في البلاد عتبت المليون إصابة خلال بضعة أيام من ناحية الأخرى سجلت كوريا الجنوبية 583 إصابة جديدة بالفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ما يرفع حصلة الإصابات إلى أكثر من 32 ألف حالة يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد 500 إصابة منذ السادس من مارس الماضي بسبب تفشي واسع النطاق في مدينة دياؤجو الجنوبية الشرقية موسيقى دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره الجمهوريين عبر اتصال هاتفي في بنزلفينيا بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لتعبيره مدعيا بأنه قد جرى تزويرها لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن أنا الآن متواجد في المكتب البيضاوي ويا لهم الأمر المثير أن أطلع على ما يدور من أحداث هذه الانتخابات التي حققنا فيها الفوز بسهولة لقد حققنا الفوز خلال تلك الانتخابات بفارق كبير يجب أن تعلموا أنه تم العبث في هذه الانتخابات ولا يجب أن نترك هذا الأمر يمر سدى هذه الانتخابات يجب أن يعاد البت فيها لأننا فزنا بجدارة في ولاية بنزلفينيا كما فزنا بجدارة كذلك في باق الولايات المتأرجحة فكل من شاهد العملية الانتخابية في تلك الليلة كان يقول يا للهول لقد تم انتخابي من قبل الشخصيات السياسية الكبيرة وكانوا يقولون أيضا مبارك عليك سيدي بهذا الفوز الصاحب وفجأة انقلبت الأمور رأسا على عقب وحدثت أمور شنيعة في المقابل دعا الرئيس الأمريكي لمنتخب جو بايدن الأمريكيين إلى إنهاء ما وصفه بموسم الانقسام البائس وفي كلمة للأمريكيين قبيل عيد الشكر قال بايدن إن القرن الحادي والعشرين سيكون أمريكيا ديمقراطيتنا تم اختبارها هذا العام وما تعلمناه من الشعب الأمريكي أن هذه الأمة ترتقي إلى مستوى المسؤولية في أمريكا لدينا انتخابات حرة وعادلة وبعد ذلك نحن نحترم النتائج مواطن هذه الأمة وقوانين هذا البلد لن تسمح بشيء آخر العمل في الفترة القادمة لن يكون سهلا ولن يكون سريعا أنتم تريدون حلولا وليس الصراخ تريدون النور وليس النار أنتم تريدون الاستماع والنظر إلى شخص آخر تريدون الديمقراطيين والجمهوريين على السواء والعمل معا وهذا ما عزمت عليه أسبوعان مرة على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لكن الرئيس المنتهي توليته دونالد ترامب يرفض التسليم علنا بالهزيمة رغم أن عليه تسليم السلطة في العشرين من يناير المقبل وبعد يومين على إعطائه الضوء الأخضر لعملية انتقال السلطة إلى بايدن استمر ترامب في امتناعه عن التسليم بهزيمته ملغيا في اللحظة الأخيرة رحلة إلى بنسلفانيا في خطوة عززت الصورة الفوضوية لنهاية ولايته وكانت ولاية بنسلفانيا صدقت الثلاثة على فوز خصمه حيث تواصل الولايات الأساسية واحدة تلو الأخرى تصديق النتائج لصالح بايدن في حين تفشل شكاوى فريق ترامب القضائية في إعطاء نتيجة مع رفض القضاة لها لافتقارها إلى أساس وبدى ترامب معزولا أكثر فأكثر داخل معسكره الجمهوري وحتى في كبرى وسائل الإعلام المحافظة في سياق ما يوصف بمعركته للطعن بالنتائج الرسمية وكان ترامب قد سمح يوم الاثنين بفتح المجال أمام إطلاق عملية انتقال السلطة وعلى الرغم من أن الرجلين لم يتكلموا بعد إلا أن بايدن يتقدم خطوة بخطوة نحو المكتب البيضوي فقد سمح الضوء الأخضر لفريق بايدن البدء بتلقي معلومات مباشرة من إدارة ترامب وتعد هذه الخطوة أساسية ليتمكن الديمقراطي من تنظيم وصول خالم من العقبات إلى البيت الأبيض فيما تواجه البلاد العديد من الأزمات من وباء كوفيد ناينتين الذي أصفر عن وفاة أكثر من مائتين وستين ألف شخص وأضعف الاقتصاد الأمريكي إلى حراك تاريخي مناهض للعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وعودة إلى شأن المحلي حيث تتواصل في محافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحية الشامل ومن هناك ينضم إلينا مرسلنا محمد حلمي محمد إلى أي مدى اكتملت منظومة التأمين الصحي الشامل وما هي الأهداف التي حققتها المنظومة حتى الآن بالفعل مضى عام محمد على هذه المنظومة منظومة التأمين الصحية التي تطبقت في مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد اليوم هناك احتفالية ملتاقة مع شركاء النجاح الذين حققوا على أرض الواقع طفرة نوعية سواء في الخدمات التشخيصية والعلاجية التي لاقت قبولا واستحسانا لدى المواطن البورسعيدي التي انتهت معاناته منذ تطبيق هذه المشروع التأمين الصحي الجديد هنا على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد لملاقا من تدخلات جراحية في كافة التحصصات الطبية معي الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل الجديد دكتور هاني يكلمني على أرض الواقع في أرقام ما تطبق هنا من خلال عام منذ بدء المبادرة وتفعيلها في محافظة بورسعيد يعني احنا النهاردة بنحتفل بمرور عام على تدخين سيادة الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد من 26-11-2019 احنا النهاردة بنتكلم على حلمنا كلنا في سنة نهاردة احنا اشتغلنا على محاور كتيرة جدا علشان نقدر نوصل خلال عام بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبالأداء والدور اللي بتقدمه هاية الرعاية الصحية علشان نوصل لرضى المريض نحن نرضى بنحقق معايير الجودة جوه كل المستشفات وحيات ومراكز هاية الرعاية الصحية تم تسجيل 30 واحدة صحية و7 مستشفات من نهاية الرقابة والاعتماد بالتزامن مع تأهيل المستشفات لاعتماد معايير الجودة ايضا كان عندنا محاور العنصر البشري والتحدي الأكبر في تدريب العنصر البشري لانه يكون قادر على تغيير المنظومة التحول المؤسسي في النظام المالي وضع الهيكل التنظمية والليحة التنظمية واللوايح المارد البشرية والليحة المالية والإدارية ولايحة نظام العمل الأساسي ولايحة التعاقدات كل هذه اللوايح مكنت الهيئة منها تقوم بدورها بشكل جيد في إطار حاكم من تطبيق معايير الجودة دكتور هاني كلمنا عن ما قدمها للمواطن البورسعيدي من تدقلات جراحية في كافة تخصصات الطبية على أرض الواقع طبعاً كان عندنا تحديات كبيرة في موضوع التخصصات الطبية وخاصة تخصصات الندرة دلوقتي نحن نهاردة عندنا أطباء متميزين من استشاريين وأسدزة وأخصائيين على مستوى العالي جداً منها الكفاءة في تخصصات جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأواعي الدمية وجراحة القلب والأشعة التدخلية وطب الأعصاب وجراحة الوجو والفكين وجراحة التجميل جميع التخصصات الطبية وصلنا عدد العمليات الجراحية 30 ألف عملية منهم 12 ألف عملية عمليات متقدمة وزاتها مهارة عالية وده مؤشر يدل على الدئي كان فيه تطور في الخدمات الطبية الموجودة لو بندور على نقيس رضا المنتفعين نحن النهاردة رفعنا معدلات رضا المنتفعين من سنة كان 61 دلوقتي وصلنا إلى 92% فأعتقد ده هنا ده بيعبر عن الدئي المواطن راضي عن أداء الخدمة داخل منصومة التأمين الصحي الشامل وداخل هيئة الرعاية الصحية أخبار العنصر البشري العنصر البشري طبعا ده كان من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي احنا اشتغلنا عليها التدريب كان دايما العنصر البشري النهاردة بيقحف عن التدريب لكن نما وفرنا تعاقدات وبروتوكولات مع هيئات ومؤسسات على مستوى عالي جدا من الحوكمة في التدريب بدأ يبقى نظام التدريب هو نظام محفز للعنصر البشري والنهاردة بدأنا نأهل العنصر البشري داخل محافظة برصعيد انه هو ينتقل من طريقة الفكر في الأداء من فكر حكومي الى فكر خاص تطبيق معايير الجودة تطبيق معايير الجودة محاور تطبيق معايير الجودة احنا النهاردة في هيئة رقابة الاعتماد احنا سجلنا 30 واحدة صحية و7 مستشفيات لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتزامن مع اعتماد تلك المستشفيات خلال الشهور القادمة ان شاء الله بإذن الله وبإذن الله احنا عدة سنة على برصعيد اقتصاد القرار دولة رئيس الوزراء بنقل أيلولة الأصول العلاجية في محافظة الأقصر الهيئة الرعاية الصحية بدأنا نشتغل في محافظة الأقصر ان شاء الله ثم محافظات المرحلة الأولى تدريجيا الاسماعيلية وجنوب سينة وأسوان والسويس بإذن الله إذن محمد على مظاهر عام كامل على أرض الواقع أكثر من 30 ألف عملية هناك 12 ألف عملية منهم من العمليات التدخلات الجراحية الحارجة هناك منظومة منظومة تعمل وفقا لمعايير الجودة العالمية وهذا ما لقى قبولا واستحسانا لدى المواطن البورسعيدي لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية طرق لطموحات كذلك لتبدأ هذه المسيرة وتبدأ بعد ذلك في محافظات أخرى محافظة الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء لتتوالى في محافظات مصر بتطبيق هذه المنظومة التي ينتظرها المواطن المصري معك محمد محمد حلمي مرسل النيل كنت معنا من بورسعيد متابعا لمنظومة التأمين الصحي الشامل أشكرا جزيرة شكرا نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة دعوات من نساء العالم بوقف الضغرة واخترام حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونتحول الآن لمتابعة الأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية وفاتن عبد المعبود فاتن شكراً محمد مشاهدي الكرام أهلاً بكم ووقفتنا الاقتصادية وأهم ما فيها وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح عدداً من المشروعات التموية بمحافظة السويس أهلاً بكم مجدداً افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي من صلحي يرافقه محافظ السويس عبد المجيد سقر عدداً من المشروعات التموية بمحافظة السويس اليوم تضم منطق مبنى السجل التجاري وعدد من مراكز خدمة المواطنين ومجمع استهلاكي وأوضح المصلحي أن هذه المراكز تأتي من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والإنتاج الحربي لإنشاء مراكز تكنولوجية متطورة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم من خلال طبيق نظام الشباك الواحد استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتباعيتها المحتملة على هيكل الصدرات المصرية للاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة قطعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج وغيرها وتتضمن الصفقة الخضراء استراتيجيات الزراعة المستدامة من المزرعة للمائدة واستراتيجية وخطاة عمل الاقتصاد الدائري من خلال التخلي تدريجيا عن استهلاك المنتجات أحادية لاستخدام لسيما المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات قال وزير المالية الدكتور محمد معيت إن 46.475 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد حتى السامن 10 من نوفمبر الحالي حيث سددوا 7.2 مليار جنيه ضريبة الدخل والقيمة المضافة وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة وفقا للأحكام المحددة بالقانون وأضف معيت أن ذلك جاءت تساقا مع التوجهات الرئاسية بمساندس القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا المستجد ويساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة اختتمت بالقاهرة فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا 2020 في دورته الثالثة المعرض أتح فرصة فتح مجالات بين العارضين للمعرفة وتبادل الخبرات في قطاعات تكنولوجيا الحديثة ووسائل النقل والخدمات الجستية اختتم معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 فعالية دورته الثالثة بعدما شاركت فيه شركة عالمية ومحلية متخصصة في قطاعات النقل والطرق والبنية التحتية والسنة دي هم أثبتوا أن بجد مصر دخلها في تكنولوجيا السنة دي إن شاء الله وعلى المدار السنين جاية دخلها قوية جدا والشباب هم المستقبل إن شاء الله فإن شاء الله الشباب هم لازم يبقوا دخلين في تكنولوجيا جدا عشان مع الوقت نعرف نطلع ونتطور ونبقى من أحسن بلاد تكنولوجيا في العالم المعرض أتح فرصة وفتح مجالات بين العارضين للمعرفة وتبادل الخبرات في قطاعات تكنولوجيا الحديثة ووسائل النقل والخدمات اللوجستية عندنا سيستمز عن طريق الكاميريات برضو وعلى التكس معينة أو أورتيفيش الانتليجن سيستمز بتقدر تدتكت درجات الحرارة بتاعت الناس وهي دخل أي مكان ده طبعا بييندوس أو بيعزز منظومة الأمن والسلامة إحنا فيها جهزة بتتركب جوه العربيات بتنبه السواق لو بتده ينام بتنبه إدارته إن السواق ده بتده يتعب والسواق ده محتاج يرتاح بتنبه الإدارة لو السواق ده بتده يتكلم في الموبايل أو بيعمل أي حاجة بخلفه بعض الزائرين أشادوا بمستوى تنظيم المعرض هذا العام وكذلك المنتجات المعروضة من حيث البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والردارات تواجد كبير وفيه شركات كبيرة قوي وكمان المستوى بتاع الناس هنا عالي ومبسوط كمان لما رحت وسألت كذا شركة كلهم بيحاولوا يساعدوا هو المراقبة المعرض هنا وحلو جدا يعني ما شاء الله وفي جامعة شركات كتير جدا وتنظيم حلو جدا فيه ووضعت وزارة النقل خطة شاملة للنهوض بمرفق السكة الحديدية وأحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير البنية الأساسية والوحدة المتحركة وذلك طبقا لأحداث ما وصلت إليه تكنولوجيا السككة الحديدية في العالم إذن هو معرض جمع الخبرات المحلية والعالمية لتبادل الرؤى معرفة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الحديثة في صيانة الطرق وسائل النقل والخدمات اللوجستية لا سيما وأن مصر التي تنفذ خطة التحول الرقمي تضع نصب أعينها ما يتعلق بالنقل الذكي ورفع كفاءة التقنيات في مختلف القطاعات أسمع حسن أنيل ترجع أداء مؤشرات البرصات المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الإسبوع حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيان وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة مستوى 635.1 بعد تدولات كلية بلغت 564 مليون جنيه وترجع المؤشر الرئيس للسوق إي جي أكس الثرتي بنسبة 85 من مئة بالمئة كما هبطا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس الثفينتي بنسبة 61 من مئة بالمئة في بريطانيا انخفض انتاج السيارات بوتيرة سنوية 18 واسنتين من عشر بالمئة في أكتوبر إذ لا تزال جائحة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق تؤثر على الطلب قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن انتاج السيارات بلغ 110 179 سيارة الشهر الماضي مما يجعل انتاج الشهور العشر الأولى من العام منخفضا بمقدار الثلس ويترقب قطاع صناعة السيارات في بريطانيا أيضا وضوحا بشأن بنود التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكبر أسواقه للتصدير كما يواجه حظرا على بيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2030 إلى هنا انتهت وقفتنا الاقتصادية عفضة مرة أخرى للزميل محمد عبدالله على استكمال باقي فقرات بنوراما إليل إليك محمد شكرا لكي فاتن تقوم مكتبة الأسكندرية بإضاءة مبنى المكتبة بالكامل وذلك في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ويغلب على لون الإضاءة اللون البرتقالي الذي يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقا دون عنف وتأتي إضاءة مبنى المكتبة انطلاقا من الرسالة الفكرية التي يضلع بها كل من مكتبة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة فيما يدين مجتمعات شتى وحرصا منها على رفع الوعي العام لتحسين أوضاع المرأة ضرب إعصار قوية السواحلة الجنوبية للهند اليوم وقتل الأشجار وضمر خطوط الكهرباء ولم يصفر سوى عن خسائر قليلة في الأرواح أو أضرار بالغة في الممتلكات وذكرت وسائل الإعلام أن خمسة على أقل قتلوا في تشناي بسبب سقوط الأشجار أو الغرق أو الصعق الكهربائي لكن المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الولاية رفض التعليق ووصل الإعصار نيفار إلى اليابسة قريبا من مدينة بروتشيري في ولاية تاميل نادو الجنوبية مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 130 كم في الساعة وغمرت مياه الأمطار بعد الشوارع بمدينة تشناي أكبر مدينة في الولاية والتي تضم العديد من الشركات القبرى لتصنيع السيارات بانوراماني لا تزال مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل مواطن أردني يكرس حياته لسيانة القتب القديمة وترميم المصاحف العاطقة كرس مواطن أردني حياته لمهمة خاصة تهدف إلى سيانة المصاحف القديمة والقطب الثقافية العاطقة عبر ترميمها ثم إتاحت رؤيتها مجانا للمواطنين يستيقظ الأردني محمد سالم أبو زكريا في وقت مبكر كل يوم ويخرج من بيته في مهمة خاصة لإنقاذ كتب ثقافية قديمة ومصاحف فضلا عن ترميمها ثم إتاحتها مجانا لمواطن بلده الآخرين الذين يحتاجونها يجوب أبو زكريا البالغ من العمر سبعين عاما مدينة جرش وما حولها يوميا بشاحنته الصغيرة بحثا عن الكتب الملقى والمهملة وبعد أن يجمع أبو زكريا الكتب يعود لمكتبته الصغيرة لترميم ما يصلح ترميمه منها أو التخلص من التي لا يمكن إصلاحها ويؤكد الأردني المسن أنه سعيد جدا بمهمته لكنه في ذات الوقت يشعر بأسا بالغ حين يرى مثل هذه الثروة الثقافية مهملة دون العناية المطلوبة لصيانتها أو الحفاظ عليها أنا مش سعادة لا تتوصف طبعا سعادة تتوصف وبنفس الوقت يعني إشي بدم القلب لما شوف لغة عربية بجانب الحاوية أو بالحاوية أو بها المناطق هاي يعني سعادة وإشي بدم القلب ويوضح أبو زكريا أنه جمع منذ سبعينيات القرن الماضي ما يقدر بحوالي مئة ألف كتاب من أنحاء المملكة الأردنية وتضم مكتبته الصغيرة الملحقة بمنزله حوالي ثلاثة آلاف كتاب من بينها ألف مصحف وبهذا التقرير نصل أياكم إلى ختام هذه النشرة عودة للتفكرة بأبرز العنوي مصر تدين العمل الإرهابية الذي استهدفها ناقلة نفط في مناء الشقيقة جنوبية سعودية بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة رئيس الوزراء الإيثيوبي يأمر بشن هجوم حاسم على مسؤولي إقليم تجرياية شمالية أحكامهم بالسجن المؤبد على 500 شخص في تركيا بينهم قادة جيش في محاولة التمرد الفاشلة نهاية النشرة دمتم في أمان الله